موسيقى مشروعي هو دمج خلية شمسية وجهاز تخزين الطاقة في جهاز واحد وتصنيعه بمواد صديقة للبيئة ممكن في هذا الجهاز نستبدل البنزين أو أي مصادر طاقة غير متجددة اللي ممكن تسبب تلوث للبيئة جلست فترة أقرأ عن أجهزة تخزين الطاقة بشكل عام ولاحظت عدة مشاكل فيها أول شيء أنهم كانوا يستخدموا مواد سامة المواد السامة هذه ممكن في المستقبل تنتقل للبيئة وفي النهاية يصل لنا إحنا كبشر وممكن العمال اللي يصنعوا الأجهزة في المصانع هم يتأثروا بهذه المواد السامة فأنا حاولت أن يحل هذه المشكلة بأن أصنع جهاز تخزين طاقة ما في أي مواد سامة ومن ساعدني في المشروع كان في عدة أشخاص ساعدوني أولا مدارس الجامعة كل سنة يختاروا عدة طلاب يساعدوهم في مشاريعهم في الجامعة تحديدا دكتور دقندال ودكتور محمد حسن ومؤسسة كونيكت ساعدوني بأنهم ساعدوني في التحكيم علموني كيف أشرح علموني تكنيكات محددة ساعدني أني أوصل هذه المرحلة وأتأهل إن شاء الله في المستقبل عندي عدة جوانب أحاول أطورها من المشروع زي أني أوسع الساعة حقته وطرق ثانية كمان بس إن شاء الله رح أقدر أني أوسعه وأنتجه على مستوى أكبر يصير أقدر أستخدمه في السيارات فالتوليد طاقة للبيوت فتطبيقات كثير ثانية ممكن جوالك يصير يستخدم هذا الجهاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر